السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعاً لهنا احنا تعلمنا الآليات الخاصة بال create, delete, update وإلى آخر من الأمور. طبعاً أنا عملت فتشي ممكن يفيدكم أيضاً بالتطبيق اللي هو السيرتش. لاحظ هذا السيرتش منضغط عليها هنا أنا أكتب مثلاً real time راح يكون. يعني من أكتب أي شي رأساً راح يظهر لي مثلاً المعلومات مثلاً دعا بحث عن هذا فرأساً يظهر لي الكلمات اللي موجودة بهذه النصوص. فحتى تعمل هيتش نوع من السيرتش real time الأساسيات أنت تعرفها مفروض يعني مثلاً أول شغلة لازم أنه يكون عندك route موجود تمام فهذا هو route مات السيرتش حالة حال أي route موجود مثلاً بالpost هنا عادي جداً تمام هذا احنا خلي نقول منتهين من عنده يعني أنت هذا الشي تعرفه كسيرتش حالة حالة أي ناف أنت تصنعه ماشي؟ هاي نقطة رقم واحد طيب نقطة رقم اثنين طبعاً هنا أنا تجي تخلق لك ملف اسمه search يعني تجي هنا أنا تقول لها right click new وتكتب search.js أوكي؟ فبعد ما تعملها تجي تعمل لها import هنا وهذا أكثر من مرة يعني كل هذولا أمامك عملتها import فهذا مفروض سهل بالنسبة لك هنا أنا تجي تعمل لك رابط للsearch حالة حال أي رابط مثل create والpost زين هذا هو بعد ما خلصت هذه الأشياء تجي على الفائل اللي انت صنعته اللي هو search رح تحتاج مكتبتين اللي هو use state وuse effect من react طيب انت الآن هذا تعرف شون تسويها constant search وسوي هذا وإلى آخره وبيها return زين وexport default search هذا سهل أكثر من مرة عملي أمامك يجي للداخل طبعاً قبل ال return داخل ال search فتعمل constant تسمي query تسمي search أي شي تريد تسمي يكون هذا يعتمد على ال user state مبدئياً فارغ رح يكون يعني انت ما رح تبحث أي شي هنا فارغ رح يكون فأكيد رح يكون عندك query اللي هي رح تكتب هنا يشوف شنو تكتب هنا وأيضاً set query تمام زين هذا أول شغلة ثاني شغلة تحتاج أنه انت تجيب المتغير وحب نتحدث عن ال post مثل ما جداً نعملها بال post model تمام لاحظ هنا نفس اللي عملنا بال post model تجي هنا تعمل constant post على مبو تجيب البوست كلها تتضعها في هذا المتغير و set post على مبو يذاتري تعمل عليه تعديل مبدئية نول بعدين تجي تستخدم اليوز افكت كأن اليوز افكت تنطيله الديبندنسي فارغ حتى مرة واحدة بس يشتغل من تعمل الرفريش او اللي يدخل للموقع عمالتك او اللي يدخل للسرج فراح يجلب لك البيانات هذا انا شرح لك اياها تمام جلب لك البيانات يعني هذا حال احال اي اه مثل ما تل بوست موديل اوكي فبعد ما جلب لك البيانات يحتاج انه تعبيها بداخل البوست شلون عن طريق الست بوست لذلك هنا من يجلب البيانات يعبيها بعد ذلك نجي لله تيميل اللي هو بداخل الريتين راح يكون هنا نتيجي تعمل لك انبوت هذا الانبوت لما انشينج لما تضع بها معلومات مفروض يحدث الكويري يحدث الكويري على اساس شنو القيمة اللي انت وضعتها يعني على اساس هذا اي كيو اي كيو مثلا انت وضعتها فرح يحدث لك منو رح يحدث لك اليوز استايت بدل ما يكون فارغ رح يضع على قيمة بعد ما وضع على القيمة شحتاج اول شي لازم اتأكد انه البوست جاية ولا لا يعني هي جاية من السيرفر ولا لا لان تعرف انه هذا اي بي اي يعني هذا يجي مننا من السيرفر فلازم اتأكد انه هذه المعلومات هي جاية فلذلك استخدم بوست بوست اند اند تمام تمام داخل تيمبلت مادة الرياكت واجه لبوست دوت فلتر اذا كان الكويري مالتا فارغ فرجع لي كل البوست هذا رجع لي اياه او اذا كان البوست التايتل مالتا مثلا مشابه اوكي يعني التايتل مالتا متساوي طبعا اذا here body اوكي تمام بنفس حول الى lowercase تمام? include اذا كان هذا الpost title مالتا هذا الpost title مالتا حلو؟ حول الى lowercase والquerي اللي انطاكي الquerي اللي هو هذا هم حول الى lowercase include شنو قصده؟ انه جزء من الكتابة اللي كتابة هنا يحتويه الموجوده هنا انه هذا جزء من هذا صح؟ هذا جزء من هذا فمن اجه اكتبه بالكويري مفروض يرجع لي هذا بالكامل اوكي؟ فهذا المقصد من عنده return post رجع لي اه 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 احنا للماب وظيفته شنو؟ انه الفلتر الفلتر فكرته شنو هو انه يفلتر من اسمي فلتر لك يعني يشوف مثلا من هال 100 بوست منو البوستات المتشابهة تمام؟ فيجمع ويجيب لك طيب ورا ما جاب ليه شو شريد أسوي؟ dot map أريد أرتبها كبوست وإنديكس واجي أعرض المعلومات مثلا title والbody يعني نها مثلا خلي نقول user id فلاحظ ظهر لي user id هم تشوف شلون فأنت ترتب بهذا الطريقة فهذا بسيط يعني هذا واجب نقرنا اعتبره إليك أوكي بس ولو هو بسيط يعني شرحت لك إياها أصلا يعني ما يحتاج أي واجب بالموضوع يعني كل اللي أنا عملته بس مجرد أنه وعرفته بالnavbar هنا زين وجيت عرفته هنا وجيت عرفته هنا وانشأت له file اسمه ser.js وجيت خليت له وهذا الكودات كلها تنتمرة عليك بس هذا الجديد هو اللي هو فلتر الماب هاي ما اخذينا احنا لكن الفلتر جديد عليك بس هذا جديد عليك يعني الباقيات لا كلها يعني شارح لك إياه مرة عليك طيب لهنا نوقف ونقولكم مع السلامة ترجمة نانسي قنقر